الفصل 10 عقبة يتجه إلى فتح إفريقية من قصة عقبة بن نافع إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب بتبدأ أحداث الفصل في برقة واللي ظل عقبة عليها وليا حتى سنة 49 هجرية خلال الفترة دي تزاد تعلق البربر بعقبة إيه السبب؟ علشان حسن معاملته ليهم وعلشان رفع عنهم مظالم اللي كان فاضح عليهم سادة الرومان خلال الفترة دي كانت مهمته بأنه يعمل داعيا للإسلام في برقة في سنة 49 تسلم عقبة خطاب وصله من الخليفة معه ابن أبي سفيان وتضمن الخطاب ده أنه بيبلغ عقبة باختياره لفتح إفريقية بالإضافة لأن في جيش قوامه 10 تلاف مقاتل في الطريق إلى برقة فورا نادى عقبة في البربر بالجهاد فلبوا دعوته فرح عقبة بخروج البربر للجهاد في سبيل الله وصل الجيش اللي أرسله الخليفة معه ابن أبي سفيان المفاجأة بقى أنه وجد في انتظاره جيش آخر من البربر وده كان حدث تاريخي لأنه أول مرة في تاريخ المعارك الإسلامية هي تكون جيش من العرب والبربر بينطلق الجيش ده لغاية واحدة وهي إعلاء كلمة الله بدأ الجيش يتجه إلى ودان افتكر أن ودان هي القبيلة اللي فتحها بصر بن أرطاء سنة 23 هجري وارتدت عن الإسلام بعد مغادرة المسلمين تلك الجهات في ودان حاول أهلها بأنهم يدفعوا المسلمين ولكن انتصر عليهم عقبة من أول اشتباك وأثر ملكهم تم اقتياد الملك بعد أسره لمقر القيادة الإسلامية وقف الملك أمام عقبة منكس الرأس ودى الكلمات بتزوب من على شفتيه الملك افتكر مجموعة من الأمور افتكر أنه نقض العهد مع المسلمين افتكر أنه منع إرسال ضريبة الدفاع للمسلمين افتكر أنه بالغ في عدوته للمسلمين إزاي بتجنيد كل أهل قابلته لمحاربتهم إيه قرر عقبة بشأن ملك ودان طلب منه ببساطة بأنه يلتزم بالاتفاق المبرم ما بينهم قبل كده بأنه يدفع ضريبة الدفاع اللي فرضى عليهم بصر ابن أرطاء واللي هي 360 بعير الملك أكد بأنه مش هيرجع يحارب العرب مرة تانية بالإضافة لأنه يدفع ضريبة الدفاع بانتظام أطلق عقبة صراح الملك وتأهب عقبة للذهاب إلى فزان بالنسبة لفزان اعرف أن فزان بتبعد عن ودان بمسير التمن أيام عقبة عسكر على بعد 6 أميال من فزان أرسل عقبة من يدعو أهل فزان للإسلام وكانوا تظاهروا بالدخول في الإسلام من 20 سنة أعلن أهل فزان بأنهم يعتنقوا الدين الحنيف ولن يرضوا به بديلة بالنسبة للملك فزان كان بيبتصف بأنه رجل مطرف ناعم بيتمتع بكل لذات الحضارة الرومانية لم يعلن رأيه صراحة إيه السبب؟ لأنه كان وسني لا يؤمن بالأديان تم إحضار الملك لخيمة عقبة ففوج الملك بأنه وجد عقبة يجلس متواضعا بين جنوده وضباطه اندهش الملك لما رأى الرجل اللي اهتزت المنطقة كاملة بقدومه بيفترش الأرض دون خيلاء ظن الملك بأن عقبة هي عقبه بشدة بسبب رفضه دافع ضريبة الدفاع بالإضافة إلى محاربته للمسلمين إزاي تصرف معا عقبة؟ عقبة طم أن الملك بأننا لا ننكل بالأسرة وبين له بأنه تم إحضارك بهذه الهيئة تأديبا لك على محاربة العرب وليدفع ضريبة الدفاع اللي هي 300 بعير فالتقط الملك أنفاسه بعد كده أطلق عقبة صراح الملك اتجه عقبة بعد كده إلى القرى الواقعة في هذا الإقليم افتتح قرية قرية وكان عقبة كل مكان يفتح قرية كان بيسارع أهلها للدخول في الإسلام في نفس الوقت عقبة كان بيترك في كل مدينة أو في كل قرية يفتتحها مجموعة من المسلمين علشان يعلموا أهلها الدين واللغة العربية ونتيجة للكلام ده ازداد عدد المسلمين في تلك الجهات نهاية الفصل وافتكر الأماكن التي تم فتحها في الفصل ده برقة ودان فزان وقرى هذا الإقليم ونتمنى لكم كل التوفيق